اشتركوا في القناة هي اول مرة تلوح فيها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على جهة عسكرية اسرائيلية وهو ما اعتبره رئيس الوزراء الاسرائيلي امر سخيف وغير مقبول اذا حاول اي شخص فرض عقوبات على وحدة من قوات الدفاع الاسرائيلية فسوف احاربه بكل قوتي بني جانس وبنبرة اقل حدة على مسمع الحليفة الكبرى طلب من بلينكين اعادة النظر في الخطوة المفترضة نحن الدولة الوحيدة التي تستمع حقا الى ما تقوله الولايات المتحدة عليهم فقط التحدث الينا لان فرض العقوبات على وحدة صلبة من جيشنا لن ينفع دولة اسرائيل ردود الفعل الاسرائيلية على الخطوة الامريكية تواترت بالشجب والتنديد بلسان الوزير المتطرف اتمر بن كفير فرض العقوبات على جنود اسرائيل خط احمر وبمنطق وزير المالية سموتريتش حدوث ذلك جنون مطلق وبتعبير وزير الهجرة والاستيعاب اوفير سوفير قرار واشنطن يشكل مكسبا للاعداء اما زعيم المعارضة الاسرائيلية يائر لابيت فيرى ان المساس بكتيبة نتسح يهودة خطأ وجب تصويبه كتيبة نتسح يهودة التي انشئت عام تسعة وتسعين كوحدة عسكرية خاصة برجال اليهود المتشددين ساهمت بشكل كبير في التنكيل بفلسطيني الضفة الغربية واستنفرت اعتداءاتها اكثر في خضم الحرب الجارية على قطاع غزة